السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم إنا نعود بك من أذى الدنيا وحيرة النفس وتيه الفكر وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة اللهم إنا نعود بك من كل حزن يضيق به صدورنا وكل ألم يرهقنا اللهم يامن بأمره كل شيء وتوزعت الأرزاق بكرمه أرزقنا من فضلك اليوم توقعتنا على يوم الخميس ثلاثين آذار مارس طبعا القمر اليوم موجود في برج السرطان في ساعات متأخرة من اليوم القمر رح ينتقل لبرج الأسد وبما أنه موجود في برج السرطان أغلب اليوم يعني لغاية ساعات المساء المتطرفة فهو ما زال موجود في منزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة واحدة واحد وخمسين دقيقة من بعد ظهر اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو طبعا القمر بما أنه موجود الآن موعد بث الحلقة ولغاية ساعة المساء في برج السرطان معناته منظل بنشعر بقوة العاطفة من حاول خلق جو من الأمان إننا ولا أحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذرف الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشربنا لأنه بالفترة هاي بنشعر بحافز كبير لالتهام الكثير من الطعام علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حسسيتهم بتكون في أوجها وبوسعنا شراع عقار أو زراعة نبتمة أو شجيرة أو الانتباه أكثر لأطفالنا وقضى وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا طبعا اليوم ذروت زاويتين بطيئات كنا ذكرناهم في الأيام الماضية وأيضا في زوايا مع القمر وفي خلو مسار بالنسبة للزاوية الأولى طبعا هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الليلة اللي هي موعد بث الحلقة ذكرناها في حلقة الأمس هي رح تكون الساعة 11 و23 دقيقة مساء من مساء الليلة الأربعاء على الخميس طبعا تأثيراتها من الآن موعد بث الحلقة وبتستمر لغاية ساعات الضحى تقريبا يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا وبتدل على استياء الرأي العام من يعني هيك من الأمور اللي إلا علاقة بالوضع المادي نتيجة تراجع مدخيل الدولة أو تقاقر في مدخيل المؤسسات المالية البنكية زيادة في أسعار بعض المواد خصوصا الغذائية منها أو نتيجة سن بعض القوانين الجديدة المتعلقة بأمور إلاها علاقة بالمرأة أو الأطفال أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية ما بين القمر وبين عطارد وهاي راح تكون طبعا ساعة ستة أو تسعة وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لأطائل منها وبتجعلهم مزاجية طبع بتدل على تسليط وسائل الإعلام بتسلط الضوء على الانتهاكات اللي بتتعرض لها المرأة في المجتمع أو ممكن توجيه انتقادات لأساليب التدريس والتعليم وضعية المدرسين الأساتذة أو توجيه الصحافة لانتقادات لوزارة المقل بسبب تزايد نسبة حوادث السير وأيضا بتدلها يزاوي على أنه اليوم في ازدياد في زحمة الطرقات والحوادث أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهاي طبعا راح تكون دروتها ساعة وحدة وخمسة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء أي الزاوية بتعزز الخيال الخصب أو بيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وبتدل على حسن حال المشتغلين بقطاع البحرية أو السوائل تحديدا أي إشي سائل وكل الصناعات المرتبطة بالسوائل وزيادة في مردودية تكرير النفط والصيدلة وزيادة اهتمام الناس بعقيدتهم ودينهم بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسهر بالنسبة لخلو المسهر طبعا رح يبدأ الساعة وحدة وخمسة واربعين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش ورح يستمر حتى تمام الساعة عشرة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر ويستقر بعدها في برج الأسد هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو كطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة لخلو المسار لشهر إبريل نيسان طبعا صارت موجودة في صندوق الوصف للشهر كامل اللي بحب يستفيد منها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية طبعا قبل الانتقال هاي في فترة اللي هي خلو المسار بتتشكل هاي الزوايا اللي هي الزاويتين البطئات اللي ذكرناهم في الأيام الماضية زاوية التثليث الإيجابية اللي بين المريخ وبين زحل واللي مستمر تأثيرها لغاية يوم ستة أربعة اليوم ذروتها الساعة سبعة ودقيقتين مساء أي الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات وتجاوزها في أعمالنا ومشاريعنا وبتدل على نشاط ومردودية أكبر في صناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في البورصة وبتشهد البلاد واستقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمن الوطني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية اللي ذكرناها يوم أمس اللي هي الزاوية الممتزجة اللي يقولنا هاي زاوية ممتزجة اقتران ما بين الزهرة وما بين أورانوس فاليوم ذروتها عشان هيك اليوم تحذير هاي الزاوية أكثر من تحذير يوم أمس هاي الزاوية طبعا مستمر تأثيرها لغاية يوم واحد أربعة زي ما حكينا اليوم دروتها الساعة عشرة وخمسة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما بتكون شعبيتنا في تصاعد أما من ناحية سلبية يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة أو فاشلة أو مش مبنية على أسو الصح إنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع بعد هاي الزاوية مباشرة بيكون القمر خلاص انتقل واستقر في برج الأسد يعني الساعة عشرة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بانتقل عشان هيك ببلشوا من ساعات المساء كل الأشخاص كل الأبراج بيحسوا إنه الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس عنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة واللي هي طبعا تبدأ تأثيراتها من ساعات تقريبا نقول المغرب مغرب يوم الخميس وبتستمر لغاية صباح يوم الجمعة هي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو راح تكون ذروتها ساعة عشر وخمسة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة وبدل على استياء في الرأي العام من تدهور أوضاع اللي بتتعلق يا بالمرأة يا بالتلوث البي أو عدم استقرار في أسعار بعض المنتوجات الغذائية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا من الآن ولغاية ساعات مساء يوم الخميس المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض والرحم والمهبل والثدي غشاء الجنب السفاق البطن اللي هو الغشاء اللي بيغلف البطن من الداخل اللي بيغلف الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي مفاوي وعظم الصدر أما من ساعات المساء فبصير عنا الأكثر حساسية طبعا والأيام اللي بعديها اللي هو جمعة والسب عنا القلب والشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان بالنسبة لهذا اليوم طبعا يعني يوصى بإجراء العمليات الجراحية طالما أنه ما دخلنا في فترة خلو المسار يعني في ساعات الصباح ما في أي مشكلة ولكن في فترة خلو المسار أنا ما بنصح بالعمليات الجراحية إلا إذا كانت طارئة هذا اليوم أيضا حتى هذا الشيء ينطبق على عمليات التجميل برضو في فترة ما قبل خلو المسار أو بعد الانتقال بيكون أفضل بيصير مناسب لعمليات التجميل والحقن والجراحة ولكن مش في فترة خلو المسار وهذا اليوم لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ما زالت الأجواء لا تسمح بذلك يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي ولكن برضو مش في فترة خلو المسار بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل في ساعات المساء لبرج الأسد خلو المسار القادم بيكون يوم الأحد اثنين أربعة في تمام الساعة ستة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينج وبيستمر حتى تمام الساعة عشر وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر ويستقر بعديها في برج العذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدد عمره تسع أيام في تمام الساعة تسعة واثنين وعربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بصير عمره عشر أيام نسبة الإضاءة اثنين وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم عشرين أربعة سعيدة اليوم بنسبة ثلاثين في المية القمر في السرطان وبدينتقل للأسد حكينا مساء يوم الخميس ورح يضل في الأسد لغاية يوم اثنين أربعة سعيدة الآن بنسبة خمستاش في المية في ساعات الصباح بصير منتحس بنسبة عشر في المية بظل منتحس لغاية ساعات العصر في ساعات العصر برجع سعيد بنسبة خمستاش في المية عطارد في الحمل حتى يوم ثلاثة أربعة سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الثور حتى يوم احدعش أربعة منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية المريخ في السرطان حتى يوم واحد وعشرين خمس سعيد بنسبة خمستاش في المية المشتري في الحمل حتى يوم ستة عشر خمس سعيد بنسبة خمستاش في المية زحل في الحوت حتى يوم سبعتاش ستة سعيد بنسبة خمستاش في المية أورانوس في الثور حتى يوم تسعة وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمستاش في المية نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الدلو حتى يوم 34 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بظل اليوم التركيز على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة أهم مش إنه اليوم ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أي شخص من أفراد العائلة بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاولوا أنكم تخصصوا فترة من وقتكم للاهتمام بمتطلبات العائلة أو الاجتماع العائلي أو لقاء عائلي صحيح إنه الأجواء شوي فيها بعض الضغط فيها مسؤولية كبيرة عليكم وممكن تكون برضو اليوم على ارتباط مهم أو عندك ارتباط مهم فعشان هيك ما فيه داعي للعصبية والإنفعال والتوتر وبرضو ممكن تظهر اليوم بعض المصريف للزيادة المنزلية أما من ساعات المساء فطبعا القمر رح ينتقل للبيت الخامس اللي هو برج الأسد وهنا بيصير التركيز على الأمور اللي إلها علاقة بالعواطف والحضوذ والأبناء والأجواء بتصير أحسن وأحسن ولكن في حلقة الغد إن شاء الله نشرح بشكل أكبر برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بظل النشاط على مستوى التنقلات بالاتصالات والسفريات القصيرة ولكن بتكونوا اليوم أكثر صبرا على الطرقات ممكن يصير اهتمام بالسيارات أو أعطال مخالفات حوادث بسيطة إن شاء الله أنه ما بصير ولا أي شيء من السلبيات ولكن بدكوا تنتبهوا ويعتبر هذا اليوم ما قبل خلو المسار يعني مناسب لاجتياز الانتحان أنتوا اليوم تتمتعوا بطاقة فكرية وجسدية تقدروا تدافعوا عن مبادئكم ولكن دافعوا بليونة بدون عصبية انتبهوا لكلامكم ممكن اليوم يكون في عندك لقاء أو اجتماع عمل مهم أو تتخذ من خلاله بعض القرارات المهمة ولكن زي ما حكينا مش في فترة قلو المسار أما من ساعات المساء مساء يوم الخميس هنا بصير التركيز إلى علاقة بالبيت والعائلة ممكن يطرأ عضل منزلي أو حدث عائلي أو مناسبة أو اجتماع تهتم فيها أكثر برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعاً بتظل الأجواء خلال هذا اليوم تحمل فرصة لمكسب مالي بيجي هذا المكسب من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يناقشوا موضوع بيتعلق بالأمور المالية أو يحصلوا على هدية ولكن زي ما نبهنا بتكون تخففوا من النفقات وتنتبهوا من المحتالين لأنه ممكن يستغلوكم بتميلوا للتفاوض والمساومة أغلب اليوم وتنشطوا بالرحلات والاتصالات وممكن تتجرؤوا في النقاش وتعتبر هاي فترة مناسبة لبحث مواضيع مهمة أو لتقديم الامتحان أو للمطالبة بحق لا إلك عشان هيك بتقدر اليوم تمارس صلاحياتك ولكن زي ما حكينا بدون عصبية أما من ساعات مساء يوم الخميس بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن زي ما حكينا بتكونوا أكثر وعيا على الطرقات وأثناء قيادتك للسيارة والحركة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الطاقة عالية جدا وعنده نشاط وحيوية وقدرة على إنجاز الكثير من مشاغلكم خلال هذا اليوم أهم شيء ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ممكن تحققوا انتصار وممكن تظهر مزايا رائعة تلفت أنظار الجميع عندك يعني اليوم تكون مميز جدا وتعتبر هاي فترة إيجابية حاول أنك تستغلها ولكن دون اتخاذ قرارات حاسمة وخصوصا في فترة كله المسار في نوع من أنواع الدعم ممكن يجيك دعم خارجي أو اهتمامات مالية أو اهتمام بدين قرض فوتير أشياء من هذا القبيل وبتكثر هاي الأمور كل ما اقتربنا من ساعة مساء يوم الخميس لأنه في ساعات المساء القمر راح ينتقل للبيت الثاني اللي هو برج الأسد وهنا بصير التركيز على الميزانية على المشتريات الغير ضرورية على الصرف لفلوس ولكن بتكونوا تحرصوا على مالكم من المحتالين ومن السرقة ومن الضياع أيضا برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا التعب راح يظلم سيطر عليكم لغاية ساعات مساء يوم الخميس فعشان هيك من الآن ولهذا الوقت بتكونوا تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وتخلدوا للراحة بتكونوا مرهقين قليل حماسة ما تنتظروا جواب اليوم لأنه الظروف فارغة ابتهدأ إلى أجواء وبتخف وتيرتك حتى الركود أهم شيء أنك ما تستعجل أي أمر عشان ما تخيب أمالك وحاذر من بعض التقلبات الصحية طبعا أهم شيء أنك ما تتخذ أي قرارات حاسمة خلال هذا اليوم كل ما اقتربنا لساعات المساء أكثر كل ما بدأت نشاطك وحيويتك يظهر أكثر فأكثر عشان هيك من ساعات المساء بتنقلب بعض الخيارات والتوجهات لتصير بتناسب وضعك الحالي وبتتمتع بالقدرة على قلب المعطيات لصالحكم وخصوصا بعد انتهاء خلو المسار برج العذراء بالنسبة لمواليد برج العذراء طبعا اليوم بدكوا تستغلوا قدر الإمكان لأنه رح يظلم سيطر أو مركز على أمور اللي العلاقة بالنشاط الاجتماعي فممكن تلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة أهم إشي أنك تتجنبوا وانتقاد أي شخص اليوم واليوم بيحملكم فرصة مناسبة لحجد التعييد والدعم ويعتبر هذا اليوم مناسب لطلب الاستشارة أو تعييد أحدهم أو اللجوء لبعض الأشخاص لمساعدتك بعمر ما وانت اليوم بتمتلك قدرها على التواصل البناء ومن الضروري حجد الدعم خلال هذا اليوم أما في ساعات بداية خلو المسار بدك تنتبه ما تتخذ أي قرارات حاسمة وأهم إشي ما تعصب من ساعات المساء طبعا القمر رح ينتقل ويصير في بيت المتاعب فعشان هيك بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم حاولوا أن في ساعات المساء لا توقعوا على عقد ولا تحسموا أمر لأنها فترة سلبية وفارغة من الطاقة والحظ برج الميزان بالنسبة لما أوليد برج الميزان طبعا بيظل خلال هذا اليوم التركيز كله حق نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو اللي بيعملوا ممكن يعززوا علاقاتهم أكثر مع المسؤولين اليوم أو يحصلوا على تكريم أو شكر أو تقدير وهذا اليوم برضو بيحمل لك مسألة شخصية ممكن تسبب لك نوع من أنواع القلق أو عبئ بيتعلق بالمنزل أو بأحد أفراد العائلة أهم مش إنك ما تجازف باستقرارك ولا بمعنوياتك ولا بشخصيتك وهدئ من روعك قدر الإمكان وإبعد عن اتخاذ القرارات ومخالفة القوانين ومن التوتر والخلافات وخصوصا في ساعات خلو المسار أما من ساعات المساء مساء يوم الخميس هنا تنشطوا بين الأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء يكون مفاجئ برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بتنشطوا برضو في مجال الاتصالات البعيدة والسفريات والتنقلات والحوارات والنقاشات ولكن بتكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة واللي عندهم سفر برضو اليوم بدهم يتفقدوا أمتعتهم وأوراقهم وحجوزاتهم بشكل جيد ممكن تفرح اليوم لانفراج مسألة ضاغطة أو شويهك تشعر أن الأجواء حتى بالعلاقات العاطفية بتنتعش أكثر في نوع من أنواع التحالفات ولكن بدك تحاذر من المتاعب والوعكات الصحية أو تقلبات الصحية اللي ممكن تيجي في فترة العصر ولا المساء أما من ساعات المساء فهنا بصير القمر في بيت السمعة فبتكوا تحافظوا على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شيء تتجنبوا الخلافات وتسعوا لتلطيف الأجواء برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنهمكوا في الأمور المالية أيضا أو ضبط شونكم المالية المشتركة اللي هي الأموال اللي معكوا شريك فيها ممكن يكون بنك ضريبة تأمين مال الزوج أو الزوجة رغم أنه ممكن يكون في بعض النفقات أو المسائل المالية المرهقة أو اللي ممكن هتوترك أهم شيء أنك تنتبه من المحتالين والنصابين أو المغامرات المالية خلال هذا اليوم ممكن شوي هيك تشعر أنه في يعني أنك بحاجة لتصحيح بعض الأخطاء أو استعادة ثقة الآخرين أهم شيء أنك ما تسمح للخلافات بالتأزم لا سيما مع الأحبة ناقش وفاوض وحاول أنك ما تتهرب من مواجهة الأمر الواقع وحبر عن رأيك بهدوء وما تستفز أي شخص أما في ساعات مساء اليوم الخميس بتنشطوا في مساء للاتصالات البعيدة السفر البعيد الحوارات والنقاشات والأمور الدينية والفلسفية أهم شيء أنك تكونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا بظل اهتمامكم حول موضوع الشراكة القمر ما زال موجود مقابلكم تماما هو بعزز الأمور اللي إلها علاقة بالشراكة ولكن ممكن يجيب سوء تفاهم أو مشاحنات فعشان هيك حاولوا تضبطوا أعصابكم قدر الإمكان لأنه طاقتكم زي ما حكينا القمر لما بيكون مقابلك يعني طاقتك ضعيفة حاولوا انك تبحثوا عن قاسم مشترك بيجمعكم بشركاء العمل والعاطفي خلال هذا اليوم وتعتبر هاي الفترة فيها نوع من أنواع التوتر فعشان هيك ممكن يعني إذا ما انتبهت أنك تتورط في أزمة ما فعشان هيك ممكن تضطر للإبطاء بمسار بعض الأمور أو الخطوات أو تغير نمط معين أهم شيء أنك ما توجه أي انتقاد لأي شخص في ساعات مساء يوم القميس بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة انجزوا الواجبات بدقة حتى ولو كثرت وحاولوا تنفيذها دون تردد وما تلتهوا بالأمور الثانوية وانتبهوا من المحتالين برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم عندكم اليوم نوع من أنواع الاهتمام بالعمل أكثر حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وما تدخلوا في مواجهة مع زملاكم تكثر لقاءات والاجتماعات ممكن تحضر لورشة عمل أو تهتم بوضع صحي يبتكثر عندك المسؤوليات والالتزامات على أنواعها حاول إنك تكون حريصة على عملك وباكر لأعمالك بوقت مبكر على أساس أنه ما تعمل وقت إضافي أما من ساعات المساء فهنا القمر بصير مقابلك تماما في برج الأسد فعشان هيك من ساعات المساء بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بتكونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم وحاولوا من الخلافات وحاولوا إنكم ما تضخموا الأمور برضو برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم طيلة اليوم لغاية ساعات المساء ولكن حاولوا إنكم تفهموا وجهة نظرهم وما تبالغوا في طلباتكم منهم ممكن تحتفل بإنجاز أو انتصار أو تنموا بعض العلاقات وتزدهر وتعتبر هاي فترة مثمرة وفيها كثير من الانشغالات والتحركات خلال هذا اليوم وتعتبر هاي فترة يعني فيها بعض الحظ ومعض النجاح والتقدم وأيضا بدك تنتبه من نقطة اللي هي الزوايا اللي ذكرناها في البداية إنه هي ممكن تعمل نوع من أنواع المشاحنات وهي المشاحنات ممكن تسبب نزاع بينك وبين الأحبة فبدك تضبط عصابك وحاول إنك ما تدخل بأي خلافات أما من ساعات مساء اليوم الخميس بدكوا تنتبهوا أكثر لصحتكم بيبدأ العمل بتراكم أكثر من المعتاد وممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم أو يكون عندكم بعض الانشغالات الصحية أو اللي بتتعلق يعني بصحة أحد الأحبة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر